السلام عليكم عرب بانكس اليوم جبت لكم فيديو جديد بدي احكي عن موضوع كيف تعمل محفظة سولانا كيف تشتري مواقع سولانا ايش المواقع المهمة ايش الادوات تستعملها اذا انت كنت مبتدأ في مجال السولانا طبعا قبل ما نبلش بالفيديو اتمنى تدعموا صفحتي على اليوتيوب تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وما تنسوا تكتبوا في التعليقات وما تنسوا صفحتي على تويتر كمان تعملوا عليها فولو وهلا خلينا نبلش في الفيديو هلا حاليا فيه ترند حاصل على السولانا اللي هو سولانا سمر فانا حبيت اعمل هذا الفيديو عشان الكل يدخل مجال السولانا لانه حاليا الاثيريوم او مشاريع الاثيريوم شوي هابطة في بير ماركت في الانفتي بس الناس كلها متجهة الى السولانا في بعض منهم لساتهم على الاثيريوم بس هذا الفيديو متوجه للسولانا كيف تعمل محفظة ايش المواقع المهمة كيف تلاقي المشاريع فهذا راح يفيد الجميع ان شاء الله احنا بنستعمل محفظة اسمها فانتوم زي ما انتو شايفين فانتوم دوت اب فلما نفوت على الموقع فانتوم دوت اب هنلاقي هون كلمة دونلود فمنكبس على التنزيل فمننزل لتحت بحكينا ايش البراوزر احنا بنستعمله فانا بستعمل كروم زي انت كنت تستعمل بريف او فايرفوكس او ادج فافضل اشي انا بحب استعمله لهو كروم لما نضغط على كروم راح تودينا على صفحة الاكستنشن ونضيفها كاكستنشن نفس ما ضفنا الميتا ماسك على الكروم هلا بعد ما ثبتنا الفانتوم كاكستنشن بنشوفها هون فوق جنب الميتا ماسك بنحط عليها بين عشان سي تطلع لنا فلما نضغط عليها بيودونا على الموقع عشان نعمل create wallet فنفس الجراءات الميتا ماسك نفس الاشي الفانتوم مشهورة كثير في محافظ السولانة فمنعمل create new wallet فهون بطلب مننا كلمة السر فانا بختار اي كلمة السر هذا الفيديو تجريبي ما حتكون محفظة رسمية هاي فانا هون بختار وعمل agree وبعمل continue فهون بحكيلي احفظ الكلمات هدول فعشان انزلهم كسيد فريز هالكلمات ما تضيعهم اكتبهم على ورقة ما تعملهم screen shot وشان ما حدا ياخدهم ويسرقهم منك وهيك بعد ما حطينا السيد فريز والكلمات السرية فتحت معنا المحفظة زي ما انتو شايفين مثل الميتا ماسك بالضبط بتضغط عليها من هون بتفتح لك هون عنوان محفظتك فوق بتقدر تعمل عليه copy عندك هون send اذا بدك ترسل الفلوس عندك deposit فهاي محفظة السولانة طبعا فيه مشكلة في محفظة السولانة مرات لما ترسل الفلوس بتاخد العملية اكثر من 10 دقاق او 5 دقاق غير شبكة الميتا ماسك غير شبكة الاثيريوم اللي في الميتا ماسك بتكون سريعة اما السولانة بطيئة فهاي واحدة من السلبيات ناس كثير ما بيحبوها في محفظة السولانة طبعا اول موقع بنتجه عليه كماركت بليز مثل ال open sea اللي هو magic eden.io الذكروا اللي هو اسمه magic eden.io فديروا بالكم مش .com magic eden.io عشان في ناس بعملوا مواقع مزيفة عشان يتم سرقتكم طبعا الموقع هادا بتلاقي فيه ماركت بليز كل المشاريع السولانة تقدر تشتريها من هذا المكان ايش المشاريع اللي راح تيجي ال upcoming launch فهذا الموقع بعطيك ايش المشاريع القادمة في شبكة السولانة هلا اول اشي بنعمله احنا بنربط المحفظة في الموقع هون بيحكي لك اختار المحفظة select wallet فاحنا سوينا المحفظة الفانتوم هلا بنضغط عليها فبطلع عنا هون عنا محفظة الفانتوم موجودة في الاكستنشن طبعا ازا ما فتحت معكم اغلق الموقع ارجع افتحه مرة ثانية عشان ترجع تشتغل فمرات بتعلق هذا الاشي فمنكبس هون فبطلب مننا نفس الميتا ماسك نعمل connect فهيك احنا ربطنا المحفظة وكل اشي خلص هي صارت هون محفظتنا هون بنقدر نشوف الفلوس اللي عنا هون بنقدر نشوف ال bidding او اللي ع فكل اشي عنا هون هون بنقدر نشوف الايتم تعقوننا الصور تعقوننا في الفلوس زي ما انتو شايفين نفس كل اشي نفس الميتا ماسك نفس ال open sea نفس التفاصيل الى حين بدنا نتجه للماركت بليس عندك هون الماركت بليس هون بكتبولك ال popular collection المشهورة اللي اجا عليها ترند او اللي حاليا قاد بتضرب اسعار مرتفعة او عليها فوليوم عالي فمنقبس عليها فمنشوف هون كل الكلكشنات هون بالترتيب عملكم اياهم انه الكلكشنات اللي عليهم فوليوم هلا مثلا اكثر كلكشن اجا عليه فوليوم هلا حاليا والناس كثير عاملين ترند على هذا الكلكشن اللي هو اوكي بيرز اللي هو المشروع الدبابة فهلا منتجه هون هون تقدر تعمل ووتش لست تقدر تضيفه لقائمة الووتش لست عندك نفس الاشي بدك تعمل ابروف لالكونتراكت فمنضيفه على الووتش لست بنلاقيه في الووتش لست عندك في البروفيل فهيك انت بتضغط عليه فبصير ووتش لست هلا منتجه هون بنشوف انه هذا غير عن ال open sea هلا مرات موقع السولانة بعجق شوي انه بدون لانه هذا غير عن ال open sea عندك هون سعر الفلور هون التوتل لستد الكم المعروضين اعتقد للبيع عندك السبلاي 10,000 اليونيك هولدر هم 5951 الافريج برايس سيل السيل الافريج اللي هو 261 سولانة على هذا المشروع الفلور تبع المشروع هو 210 سولانة فاذا منتجه هون طبعا غير عن ال open sea ما راح تلاقي كلمة بس فيه هون فلتر لتريت زي ما انتو شايفين تقدر نصيد فلتر لتريت وغير هيك لما تيجي راح تشوف الفلور مش امرتب فبتقدر انت ترتبوا عن طريق هاي الكلمات من طريق اللو توهاي فبتحط اللو توهاي فبترتب لك الفلور من الاوطى للاعلى في الفلور عندك اوطى فلور بنباع هلا حاليا 210 سولانة فبنضغط عليها فنفس الاشي بفتح لنا صفحة فبنقدر نعمل باي ناو او ميك اوفرز هون بنقدر نشوف لتريتز لتبعات المشروع هون بنشوف التفاصيل الثانية وايش الاوفرات اللي في المشروع وصل لها هلنا في عنده اوفر اجاه 185 سولانة طبعا انا ملخبط بين السولانة والاثيريوم حاب احكي اثيريوم بس اه هذا الفيديو لسولانة فمضطر اني احكي سولانة فهون زي ما انتو شايفين تقدر تعمل باي اول ما نضغط باي فراح يفتح لنا المحفظة وبدو يشتري فبحكي لي اصلا انا اولا ما عنديش فلوس انه اشتري هاي القطع لانه سعرها 210 انا ما عندي فلوس فنفس الطريقة بنفس طريقة الميتا ماسك بس تضغط بتعمل ابروف sign وببتشتري هلا شوفنا الكولكشنات البوبولار هلا بنا نشوف الكولكشنات لنيو كولكشن بس لما تكبس على نيو كولكشن بطلع لك الكولكشنات الجديدة لنزلة هذا الاسبوء او هاي الايام زي ما انتو شايفين هدول هم الكولكشنات اللي نيو كولكشن بسموهم فدايما راح تشوف في الكولكشنات جديدة عشان تصيد مشاريع قادمة في السولانة فعندك هون كمان عندهم الانسايت للمشاريع هاي ماي ووتش الووتش اللي انا عملته هل accustomed حاليا عل اوكي بيرس ازا بنضغط عليها بنشوف في عندي اوكي بيرز انا عامل عليه ووتش لست. فهلا بعمل ابدت. فهي بغير ما انتم شايفين هاي الواتش لست تباع الوكي بيرس. انا بقدر اجمع المشاريع تعوجي هون بالاواتش لست. بصير اراقبهم مشروع مشروع. فمنتجه كمون امر الماركتي بلايس فمسوف هون لدروب كالندر منشوف في عندهم الدروب كالندر هون الابكامينج دروبس في عندك الالدروبس في عندك لتريندينج دروبس اللي عليهم ضغط او اللي عليهم كثير تصويت او ناس كثير متابعينهم بيستنوا هذا الكلكشن ينزل هلا حكينا عن ماجيك ايدن دوت اي او في كمان الاوبن سي عملت شبكة سولانة في الاوبن سي تقدر تشتري مشاريع السولانة في الاوبن سي طبعا مش كل المشاريع متواجدة في الاوبن سي طبعا نفس الاشي نفس طريقة انك تشبك الميتا ماسك نعمل بروفايل فهون بطلب منك متا ماسك فحتلاقي هون فانتوم هلا ما بعرف ايش المحافظة ضيفينهم للفانتوم او محافظة السولانة بتلاقي فيه محافظتين سولانة كتبين عليهم هون عجنب سولانة هلا احنا بنعتمد محافظة الفانتوم لانه هي اشهر اشي مثل الميتا ماسك اعتقد فمنضغط عليها openc.io هلا رح يوافق عليها فمرات بتعلق الاشي انواب بحكي لك انت رجع نزل السولانة رجع نزل المحفظة فما رح يوافق هلا وافق لانه سكرت الصفحة ورجعت فتحتها مرة ثانية فهون بنعمل كونكت زي ما انتو شايفين نفس الميتا ماسك نفس ما كنتك عملت ميتا ماسك هون بحكي لك سولانة بيتا هلا الopenc مش رسميا فتح السولانة هو فتح سولانة بس لسه كتجربة كبيتا لسه بس يفتح الماركت بالكامل الناس كلها رح تتجه الopenc لانه استعمال اسهل كنا تعودنا على الopenc الopenc افضل بيظل في الماركت بلايس في الان اف تي زي ما انتو شايفين هون بنلاقي شبكة السولانة هون السولانة هون الاثيريوم في فرق بناتهم بالرسم السولانة السولانة بتقدر تضغط عليها بيطلع لك سول والاثيريوم بتقدر تضغط عليها بيطلع لك ايث فبنتجه للسولانة نشوف المشروع اوكي بيرز نفس الاشي تقدر تحطه واتش لست تقدر تشوف الفلور بس في اشي دنوح عليه لما تيجي تشتري من الopenc دايما اسعار الopenc الفلور في الopenc اعلى من الماجيك ايدن فاذا بتدقق انت على الماجيك ايدن الاوكي بيرز كان سعره الماجيك ايدن ففي ناس هم بعرضوا السعر اعلى فانت اذا كنت بدك تشتري اتاكد من الماجيك ايدن السعر دائما بيكون منخفض بتقدر تشتري في الماجيك ايدن وتبيعه في موقع الopenc لانه بيكون في محفظتك الانفتي بتقدر تبيعه في الopenc بتقدر تعرض وكمان في الماجيك ايدن اذا انت كنت مبتدئ في مجال الانفتي او محترف في هذا المجال وحاب تنضم الى مجموعة عربية في الانفتي انا عندي الارب بانكس الفا باس الارب بانكس الفا باس رح تطلقى الحصول على المزايل لاطلاق المشاريع القادمة والالفا كول للمشاريع والحصول على الويت لست لبعض المشاريع ومعرفة متى الدخول والخروج للترند القادم في المشاريع وغير هيك بنعمل دراسة للمشاريع الانفتي والاهم من ذلك الحصول على الرشادات في مجال الانفتي احنا عنا ديسكورد متكامل فيه شبكة الاثيريوم وشبكة السولانا عنا بنطرح المشاريع القادمة للسولانا وبنعطي دراسات لهاي المشاريع السولانا وغير هيك بنعمل جيفاويز لبعض المشاريع السولانا طريقة الاشتراك تشتري تذكرة متوفرة من الارب بانكس الفا باس تضغط عليها وبطلع لك كود الكود هذا بتحطه في الدسكورد في التكت فبفتح معك الدسكورد او اذا كان الغاز جدا مرتفع تقدر تتواصل معي شخصيا وتم الدفع عن طريق الـ هلا خلينا نتجه للمواقع اللي بتفرجيك متن بنزلوا مشاريع السولانا اللي هم upcoming drops اول موقع عنا اللي هو howrare.is طبعا موقع howrare.is بفرجيك upcoming project لكل مشاريع السولانا لهذا الشهر والاشهر القادمة زي ما انتو شايفين حطين هلا احنا التاريخ 18 فبفرجيك تاريخ 18 كم من مشروع رح ينزل واليوم اللي بعدي بتاريخ 19 كم يوم كم مشروع رح ينزل فكل آتي فبتقدر انت تراقب هذون المشاريع تشوف لك مشروع جيد تعمل عليه دراسة وتراقبه وتعرف الخطة وتاخد عليه وتعمل منت من هذا المشروع في شبكة السولانا والموقع اللي بعدي اللي هو hyperspace.xyz الموقع هذا بفرجيك الفوليوم على المشاريع السولانا هلا المركز الثالث ما اخذ هلا حاليا اليوم اللي هو ok beers واللي بعدي decods واللي بعدي step in هذا الموقع بفرجيك الفوليوم هذو المشاريع بفرجيك floor price بفرجيك حركة floor خلال 24 ساعة بفرجيك new listing وغيريك اشياء كثير بفرجيك اياها هذا الموقع واحلى شي فيه انه في عنده upcoming project فاللا بتضغط على upcoming بتشوف المشاريع القادمة في هذا الموقع فبتقدر انت تشوف المشاريع اللي راح تنزل هذا الشهر او الاشهر القادمة في مجال السولانا وحط لك اسعار كل مشروع وكم سعر المنت للمشاريع السولانا هلا حاليا سعر المنت لهذا المشروع 0.49 فبتقدر تشوفه وتقدر تراقبه او تخذ لك اي مشروع من المشاريع المتواجدة تشوفه جيد تشوف الرسم جيد فتراقب المشروع فممكن تحقق ربح من هذا الاشي والموقع اللي بعد هو souls.watch الموقع هذا souls.watch يفرجيك التشارت للمشاريع عشان تعمل دراسة للمشاريع هذا جدا مهم هلا مثلا نجم نتجه للمشروع اللي قدامنا فتحلح حاليا فمننزل لتحد نقدر نشوف تشارت للمشروع نقدر نشوف الهولدر نقدر نشوف الهولدر لتحرك عشان نعرف متى الدخول هلا عندك النورو النورو اللي هو يكون تشارت صغير فعندك الوايد فمنقدر نوسع الهولدر ونخليه شارتات كبيرة فمنقدر نعرف الهولدر في المشروع نقدر نعرف عدد في المشروع فهذا الموقع جيد حطوه عندكم في الواتش لست فبتقدروا تشوفوا في تشارتات المشاريع وهيك بيكون انتهت فقرتنا اليوم اتمنى تكون عجبتكم ما تنسوا تعملوا لايك وشير وتكتبوا في الطعليقات ايش حابين انزل عن مشاريع السولانة ايش حابين احكي في الطعليقات عن مشاريع السولانة الفيديوهات القادمة ونراكم في فيديو قادم